قال وزير المالية الألماني كريستيان لندنر إن بلاده تعيش حالة حرب طاقة مع روسيا وتعاهد بأن برلين سترد بكل قوتها الاقتصادية يأتي ذلك بينما أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابك أن حكومة برلين قررت تخصيص 200 مليار يورو لتحديد ثقف لأسعار الطاقة وقال هابك إن أزمة الطاقة التي تواجهها في أوروبا قد تتحول إلى خطر أزمة اقتصادية واجتماعية ترجمة نانسي قنقر